اشتركوا في القناة ما زاد من هذه الشكوك والتساؤلات أن الأحداث الأخيرة تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والغرب على خلفية الموقف من الاتفاق النووي والقضايا المرتبطة به في مقدمتها مسألة حظر بيع الأسلحة لطهران والذي تسعى واشنطن إلى تمديده ومنع رفعه بموجب القرار 2231 الدولي اعتبارا من الثامن عشر من تشرين الأول المقبل وسط دعم أوروبي ومعارضة صينية وروسية وبين الشكوك بهجمات سيبرانية غربية أو أخطاء وقائية كما يقول مسؤولون إيرانيون ظهرت جماعة تسمي نفسها نمور الوطن قال موقع بي بي سي بالفارسية أنها تبنت في رسالة إلكترونية تفجير موقع نطنز النووي الذي يعد أكبر وأهم منشأة لتخصيب اليورانيوم في محافظة أصفهان فيما لن تعلق السلطات الإيرانية على التقارير الغربية بشأن الحادث لكن رئيس الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي اعترف بأن جزءا من تلك التفجيرات كان ناجما عن تحركات ما وصفها بالعناصر المعادية للثورة تفجير منشأة نطنز النووية وانفجارات ضخمة في خزانات الغاز بمنطقة بارجين العسكرية وسط فرضية الحرب الإلكترونية التي طرحها الجيش الإيراني بعد الصاروخ الذي استهدف مدمرة جماران وأسفر عن مقتل عشرة بحارة وجرح خمسة عشر آخرين يضيق الخناق السياسي والأمنية والدولية أكثر على النظام الإيراني وبين محاولة النظام التعتيم على ما جرى في منشآته الحساسة والتكاهنات التي يطلقها المراقبون والخبراء يستمر النظام الإيراني بالتهاوي على وقع الضربات المتلاحقة بدءا من الضربات الاقتصادية والسياسية التي أنهكته وصولا إلى منشآته النووية والعسكرية الحساسة في وقت تصاعدت فيه حدة الخطاب الغربي أمام خفوت إيراني واضح ترجمة نانسي قنقر